استقبل ميناء رفح البري بشبال سيناء 199 شخصا من بينهم 40 مصابا فلسطينيا قادمون من قطاع غزة وقال مصدر مسؤول بالميناء إنه تم عبور 41 جريحا ومصابا و33 مرافقا فلسطينيا أمس قادمين من قطاع غزة لتمكينهم من تلقي العلاجة كما تم نقل 11 جريحا و32 مرافقا فلسطينيا من مستشفيات العريش العام والشيخ الزويد في شمال سيناء وال30 من يونيو في بورسعيد للعلاجة في قطر عبر مطار العريش الدولية